قبل أن أشكرك نقطة مهمة لربما يجب توضيحها بخصوص المسيرات عندما نتحدث عن دوي انفجارات هل أيضا القبة الحددية هي من تتعامل مع المسيرات خصوصا إذا موصلت إلى أجوائة الأبيب وكانت في علو منخفض لربما نتحدث عن أكثر من منظومة أولا منظومات القبة البحرية هي منظومات تحاول اعتراض المسيرات قبل أن تدخل إلى أجواء المدن لكن في هذه الحالة بما أن صفرات الإنذار دوت في مدن مختلفة حتى أنها بعيدة عن الساحل لن نتحدث عن مدن ساحلية بالتالي يستبعد أن تكون القبة البحرية هي من تحاول الاعتراض لكن المرحلة الأولى حين تشخص المسيرة مبكرا أمام السواحل المختلفة يتم استعمال القبة البحرية بصورة أولية ثم يتم استدعاء سلاح الجو أيضا السلاح الجو هو ربما السلاح المستخدم بشكل كبير للتصدي للمسيرات طائرات الاف خمسة عشر طائرات الاف خمسة وثلاثين تمتلك منظومات معينة قادرة على الرصد أفضل حتى من المنظومات الموجودة في القبة الحديدية وهي من تتصدى في معظم الحالات للمسيرات القادمة من وجهات بعيدة تحديدا ولا نتحدث عن المسيرات التي تطلق من مدايات قريبة المسيرات القادمة من اليمن القادمة من العراق عادة ما تواجه بسلاح الجو الإسرائيلي الذي يحاول إسقاط هذه المسيرات لكن أيضا القبة الحديدية المعتادة تطلق في بعض الأحيان صواريخ اعتراضية نحو المسيرات وتحاول اعتراضها لكن هذه معضلة تحدثت عنها إسرائيل مسألة تشخيص المسيرات والتعامل مع مخاطر المسيرات لا تشبه من حيث النجاعة الاعتراض للصواريخ المطلقة من جنوبي لبنان التعامل مع المسيرات هو أصعب يتطلب تدخلا بشريا ويقضة بشرية وليس فقط تكنولوجيا وبالتالي تحاول إسرائيل إيجاد حلول أخرى غير المنظومات الموجودة حاليا كان هناك حديث عن تفعيل أسلحة قديمة خلال الفترة المقبلة تجديد تفعيل أسلحة كانت قديمة نحو تجربتها لإعتراض المسيرات القادمة من مواقع مختلفة لكن هذا الحديث لا يزال في إطار التجارب لا أكثر حتى اللحظة فنتحدث عن صعوبات في التصدي صعوبات في التشخيص أيضا محمد سنتابع كل هذا بعودة معك عبدالقادر حالى وردعي جديد شكرا جزيلا لك